السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده نحل مع بعض على الدرس الأول والتاني قواعد الماضي البسيط هنبدأ بمينيتست 1 رقم 1 A week ago من أسبوع I not an apple tree أنا نقط شجر التفاح in my garden في حديقتي ago دي كلمة دالة على زمن الماضي البسيط والماضي البسيط في المعلوم بيتكون من subject فاعل ثم التصريف الثاني للفعل طيب في المجهول بنبدأ بالobject المفعول به احنا بنسميه في العربي نائب الفعل ثم was aware زائر التصريف الثالث للفعل طيب الجملة دي مجهول ولا معلوم طبعا معلوم أنا زراعة شجر التفاح في حديقتي طيب هنحزف أي مضارع عشان أجوك المدالة عن ماضي البسيط plant مضارع بسيط have planted مضارع تام planted ماضي بسيط had planted ماضي ولكن ماضي تام احنا عايزين ماضي بسيط اذا نجابة تكون planted رقم 2 a week ago من اسبوع an apple tree not in my garden شجر التفاح اه بدأ الاول بالobject بدأنا بالobject يبقى دي passive مجهول اهو object ثم was aware يبقى محتاجين هنا was aware was aware زائر التصريف الثالث للفعل اللي هو planted عندك هنا an apple tree الفعل هنا مفرد singular يبقى لازم الفعل يكون مفرد زيه يبقى aware مع السلامة تمام كده اذا الاجابة تكون ايه was planted اللي هي موجودة في دي طيب تحليل كده الاختيارات plant مضارع بسيط تمام معلوم where planted مبنى جون ماضي بسيط ولكن where جمع والفعل مفرد apple tree planted اي نعم ماضي بسيط ولكن معلوم كده معنى الجملة ان شجر التفاح زرعت فمش منطر رقم 3 they knowed their animals yesterday yesterday برضو كلمة دالة على الماضي البسيط فنحزف اي زمن غير الماضي البسيط didn't feed ده ماضي بسيط haven't fed كده ايه كده مضارع تان don't feed مضارع بسيط hadn't fed ماضي تان اذا اللي جابع بالحسف didn't feed يعني هما لم يطعموا حيواناتهم بالامس رقم 4 their animals not yesterday بدأ بالobject حيواناتهم يبقى هنا الobject المفعول به يبقى عايزين مجهول didn't feed هي لغويا تمشي على فكرة على اساس didn't feed في كلمة feed معناها يطعم او يأكل الاثنين صح يعني لازم او متعد يبقى حيواناتهم لم تأكل بالامس ولكن واضح هنا عايز مبني مجهول لم تطعم على اساس ان الشائع feed معناها يطعم يعني يأكل حد يطعم ماشي؟ بس لازم تبقى عارف ان feed برضو تمشي بمعنى eat طيب weren't feed مبني مجهول صح don't feed ده مضارع مش هنفكر فيها اساسا عشان yesterday aren't feed مبني للمجهول ولكن مضارع مش هنفكر فيها عشان yesterday اذا اجابة تكون weren't feed رقم خمسة احمد هننطقها read مش read لان لو read يبقى المفروض reads تمام من كده؟ ليه؟ على اساس ان read معناها يقرأ دي تصريف اول مضارع ومعنى يوشو ايد بنضيف لها اس لكن التصريف الثاني منها نفس الكلمة بالضب بس النطق المختلف read ثم التالت برضو read تمام كده؟ وبالتالي احتبارها هنا ماضي يبقى دي v2 اللي هو التصريف الثاني الفعل ماضي بسيط يبقى محتاجين كلمة دلة على الماضي البسيط هنا everyday دي اصلا مش كلمة دلة لان everyday صفة معناها يومي هتقول يا مستر everyday معناها كل يوم لو في مسافة كده ما بين everyday تبقى معناها كل يوم وعلى فكرة كانت تمشي على اساس ان everyday كل ما دلة على عادة ممكن في المضارع او الماضي لكن هنا صفة معناها يومي ago كل ما دلة على الماضي البسيط بس لازم يصبقها ايه؟ مدة مثلا اقول a week ago زمن قبلها يعني يبقى كده ايه؟ يبقى ينعم هي كل ما دلة على الماضي البسيط بس نقصى قبلها الزمن طب now دي مضارع يبقى اذا ايجابة تكون the other day يعني يا مستر the other day اليوم الاخر؟ لا دي معناها مؤخرا وتسوي recently و lately بس الفرق ان recently و lately كلمات دلة على المضارع التام لكن the other day يعني من فترة قريبة او مؤخرا تمام؟ كلمة دلة على الماضي البسيط وطبعا من ضمن معناها اليوم الاخر بس في الصياق تاني في المعنى نيجي بقى المني تيستو رقم واحد حسن نقط at school yesterday حسن نقط في المدرسة امبارح كلمة دلة على الماضي البسيط يبقى ايه مضارع محزوف isn't مضارع doesn't مضارع wasn't didn't be لاتنين ماضي بس didn't be خطأ لغوي ليه؟ لان نافي فرب to be بيكون بنط فتكون wasn't طيب هنشرح الكلام ده بالتفصيل مثال بيقول علي بيلعب كرة القدم ده زمن ايه شباب؟ ده مضارع بسيط في اس للفعلة طيب نفيها ايه؟ هنقول علي doesn't play doesn't play وطبعا لو الفعل جمع هتكون مثلا don't play طيب علي played football ده زمن ماضي ماضي بسيط نفيها ايه؟ علي didn't play football تمام كده؟ اذا النفي النفي في المضارع البسيط بيكون don't أو doesn't مركز في اللي جاية دي زائد مصدر الفعل مصدر ايه؟ الفعل طيب في الماضي البسيط don't و doesn't هتكون ايه؟ didn't didn't زائد مصدر الفعل طيب مين ينفي بقى الجملة اللي جاية دي؟ علي is happy علي مبسوط طيب هنا بقى الفرب ده verb a verb to be ولا فعل عادي؟ لا ده verb to be يبقى اذا الفرب to be بقى لا استثناء النفي بتاعه يكون not علي isn't isn't happy علي مش مبسوط يبقى اذا الفرب to be نفيه ازاي؟ نفيه كالتالي verb to be مناسب زائد not بعده يبقى اي verb to be بيكون بعده not يعني مثلا is not are not am not was not where not وضحت كده يبقى not بعدهم ما فيش حاجة اسمها don't وdoesn't معاه ولكن في استثناء واحد ايه هو بقى؟ لما قل مثلا don't be don't be careless لا تكن مهملا اه في الحالة دي ايه اللي حصل؟ نفينا be don't يبقى في حالة الامر المنفي فقط امر منفي اللي احنا بنسميه في العربي الناهي وطبعا نفس الكلام في السؤال بالزبط يعني مثلا علي is happy امام كده انا عايزها بقى سؤال هقولها از هقولها is علي هابي يعني هل علي سعيد ما فيش بقى do و does والكلام ده كله لكن هنا هقول مثلا does علي بلاي فوتبول هنا هقول ايه؟ هقول did علي بلاي فوتبول يبقى do و does برضو موجودة لبعدهم مصدر لكن ما فيش حاجة اسمها do be ولا doesn't be ولا didn't be ولا don't be في اي جملة الا الامر المنفي يبقى الاستثناء الوحيد السليم don't be في حالة الناهي يعني اذا لو لقيت مثلا جملة بتقول he doesn't طبيعا doesn't بعدها مصدر فنقول doesn't be تمام he doesn't be happy الجملة دي سليمة ولا خاطئة طبعا خاطئة 100% يبقى ده خطأ الصغة الصحية هتكون he isn't happy لما تلاقي مثلا سؤال بيقولك do they be happy هل هما السعداء هو عايز يقول كده هل دي سليمة لا برضو مش سليمة ليه لان فيش حاجة اسمها do be هتقولها are they happy واضحت كده رقم اتنين not at school yesterday بيقولك هل حسن كان في المدرسة مبارح هي نفس الفكرة السؤال على الverb to be يبقى واضح حسن سليمة قلنا ما فيش حاجة اسمها did مع b طيب had حسن had لو بدأنا بيها السؤال بقت فعل مساعد فعايزة بعد اللي هو الفاعل عايزة تصريف سالس ويكون ماضي ايه ماضي تان فكده كده نقص التصريف السالس وكمان مش ترتيب احداث فكده كده خطأ طيب دي طبعا الصيغة سليمة did فاعل مصدر فعل هو هاف يمتلك او يأكل وهكذا ولكن المعنى مش عايزينه هو بيقول هل كان مش هل امتلك تمام كده يبقى حسب المعنى لا اذا اجابة تكون ايه رقم ثلاثة where not yesterday did حسن بي اه يبقى هو كان فين يبقى عايزة يقولها where was hasn't yesterday وضحت يبقى did be غلط زي ما قلنا does be غلط زي ما قلنا طب where حسن هو حسن بياخد where لا دي جمع اذا اجابة تكون was حسن يبقى where was حسن yesterday حسن كان فين امبارع اربعة I not lunch at home yesterday يستردي دي ماضي وبالتالي haven't غلط زائد انها خطأ لغوي لان have هنا فعل ايه فعل مساعد لازم يكون بعده تصريف ثالث هنشرحها بالتفصيل دلوقتي hadn't لازم بعدها تصريف ثالث وكمان مش هتيجي معايا yesterday عشان ده ماضي تان don't have ده مضارع بسيط اذا اجابة didn't have يبقى didn't have يعني لم يتناول طيب هنشرح verb to have في النفي والسؤال بالتفصيل مثال بيقول he has a brother هو لديه اخ احنا عايزين ننفي الجملة دي هنعمل ايه هنقول he هنسأل نفسنا سؤال verb to have اللي هو هنا has هل بعده تصريف ثالث هنا فيه تصريف ثالث لا يبقى الفعل ده بقى أساسي والفعل الأساسي بنجيب له مساعد ايه المساعد اللي ممكن ييجي اللي هو does عشان he من كده وطبعا أنا بان فيه يبقى doesn't ولازم يكون بعدها مصدر ايه المصدر بتاع has اللي هو have يبقى he doesn't have a brother هو ليس لديه اخ طيب ركز كده في الجملة اللي هكتبها دي لما قول مثلا he has got هو لديه he has got a brother لديه اخ نفس المعنى بالزبط بس دي بريتش قوي تمام كده هو لديه اخ عايزا فيها هنسأل نفسنا سؤال verb to have هل بعده تصريف ثالث اه يبقى المرة دي الhas هو المساعد يبقى مش هنجيب مساعد يبقى نضيف نط فقط يبقى hasn't got a brother يبقى القاعدة بتقولي يا شباب القاعدة بتقولك التالي verb to have verb to have اللي هو مين اللي هو has have had تمام كده لو بعده تصريف ثالث يبقى كده بقى فعل ايه فعل مساعد تمام والافعل مساعدة بنستخدمها في النفي وسوء طيب verb to have لو مش بعده تصريف ثالث يعني ما فيش تصريف ثالث خالص هنكتبها اهو verb to have التصريف الثالث ده مش موجود يبقى ساعتها ده بقى فعل ايه بقى فعل ها اساسي طب الفعل الاساسي بنجيب له مساعد ايه المساعد دايما اللي هو do او does او did طبعا كده يبقى اي فعل اساسي بنجيب له المساعد اللي هو do does did طبعا ما عادة verb to be هو اصلا مساعد واساسي في نفس الوقت ماشي كده طيب نشوف المثال ده بيقول they have have a house هم لديهم منزل مين ينفي نفس الفكرة بالزبط have لوحدها ولا لا آه لوحدها يعني ما فيش تصريف ثالث هل فيه تصريف ثالث لا ما فيش يبقى نتعامل معها كفعل ايه كفعل اساسي يبقى القعدة دي فعل الاساسي مش بعده تصريف ثالث يبقى نجيب له الفعل مساعد do او does او did طيب they بتاخد do ولا does ولا did تاخد do وحنا عايزين نفي مثلا او سؤال ايا كان يبقى don't have يبقى don't they have a house طيب لو هنعمل سؤال يبقى بكل بسطة هنبدأ بالفعل مساعدة اللي هو do do they have a house رقم خمسة بيقول نقط lunch at home yesterday yesterday ماضي فنحزف اي مضارع زي دي مثلا وخلي بالك ده سؤال السؤال دايما في inversion يعني كلمة inversion يا شباب عشان هكررنا كتير inversion يعني اقلاب اللي احنا بنسميه بالبلد كده المقص يعني فعل مساعد يبدأ الاول ثم بعده الفاعل او نقبل فعل وهكذا تمام كده يعني في شقلابة في الجملة وبالتالي نحزف c لانه بدأ بالفعل فدي جملة يبقى فاضل had you وفاضل did you have من الصح احنا اتفقنا had فاعل لازم تصريف ثالث ليه لان نتعامل مع had انها فعل مساعد وحنا قلنا لو مساعد يبقى لازم تصريف ثالث وليه انا قلت فعل مساعد لانه نسا قيل لان السؤال بيبدأ بايه بفعل مساعد تمام كده فدي خطأ لغوي محتاجة تصريف الثالث وكمان حتى لو موجود غلط لان الماضي التام يا شباب اصلا انه ها تصريف ثالث هنقضي الكلام ده بالتفصيل معناها ترتيب احداث حدث اول وحدث ثاني هنا ما فيش ترتيب احداث يبا اذا اجابة تكون ايه did you have طب الجملة دي كان اصلها ايه كان اصلها الجملة رقم اربعة I had تمام كده I had lunch at home yesterday ونفيها I didn't have وسؤالها did you have رقم واحد بيقول لو احنا عايشين جنب البحر كنا هنروح لاستباحة كل يوم حالة if طبعا دي طيب عندك هنا weed دي كان اصلها ايه weed كان اصلها we would قبل الاختصار طب احنا اتفقنا في حالة if في جملة جواب الشرط لو فيه would والمصدر يبقى حالة if الكام دي التانية اللي هو بعد جملة الشرط بيكون فيه ماضي بسيط يبقى هنا المفروض ماضي بسيط فلفت دي مضارع المفروض الناحية التانية تكون will طب لفت ماضي بسيط مضارع بسيط ما بنجهول ماضي بسيط ما جهول بس كده معناها ايه نحن تم العيش فينا امش جاية خالص يبقى ازا اجابة تكون left رقم اتنين when i was student لما كنت طالب اه يبقى عادة في الماضي i not up early وعندك في الاختيارات get get up معناها استايقز فوعايز يقول لما كنت طالب كنت بستايقز بدري بصحة بدري يبقى عادة في الماضي عادة في الماضي عندك كذا شكل الشكل الاول تصريف الثاني الفعل فانطبع على الجملة دي يعني got use to المصدر يبقى used to get used to get كلام ده طبعا شرحناه بالتفصيل في فيديو الشرح رقم ثلاثة used to يجي قبلها يا اما was aware بس هنا تحديدا was او got او became تمام كده وساعة grew كمان ثم used to ثم verb ing يبقى getting تمام كده من المتاح فيهم طيب الاختيار ايه get ده مضارح بسيط مع السلامة بيقولك was يعني ماضي used to get مش getting يبقى دي خطأ ويستو بعدها مصدر لحتمال رقم اثنين طيب was used to لحتمال رقم ثلاثة was used to getting يبقى ايه التصحيح بتاحها getting يبقى دي خطأ يبقى التصحيح موجود في دي اذا اجابة دي رقم ثلاثة نقط go for a walk every week every week يعني كل اسبوع ممكن تكون عادة في المضارع او في الماضي مفيش مشكلة طيب was he used to لسه ايليناها فوق في الاحتمال التالت لازم يكون verb ing بعد was used to يبقى المفروض going did he use طبعا used to اعتادا اللي بعدها مصدر نفيها ايه شباب كأنها فعل في الماضي البسيط يبقى didn't والمصدر يبقى didn't used to طيب سؤالها ايه did فاعل والمصدر بتاع used اللي هو used ثم to والمصدر تمام كده طيب اذا في بيه سليمة كسؤال ولكن الفكرة فين عايزة to اش كده لنه ده سؤال عايزة to طيب عندك هنا في c صلحها did he use to فدي سليمة طب هنا في d ده صيغة جملة اتفقنا لو بدأ بالsubject الفاعل ثم اكمل الجملة يبقى دي جملة صح لكن هنا ده سؤال اذا اجابة تكون c did he use to نجي بقى لحل تمارين عامة على القواعد صفحة 30 رقم واحد بيقول اتفقنا اجو دي كلمة دالة على زمن ايه شباب زمن الماضي البسيط اذا زمن الجملة ماضي بسيط مش مضارع بسيط اللي هو take ولا مضارع تام اللي هو have taken طيب عندك كده اختيارين took اللي هو تصريف سنة للفعل بس معلوم was taken ده مجهول واللي اتنين ماضي بسيط معنى الجملة ايه شباب انا اخذت الامتحانات امتحنت يبقى معلوم يبقى الاجابة هتكون took طيب رقم اتنين بيقول صلاح نقط liverpool and one player of the year award joined ولا was joined ولا joins ولا was joining الاختيارات فيها join يعني انضم يبقى صلاح انضم الى liverpool وفازة paralelism معناها التوازي البنائي paralelism التوازي البنائي يعني ايه التوازي البنائي شبه عندنا قاعدة العطف المعطوف المعطوف عليه والكلام ده كله عندك هنا اداة عطف اللي هي and صح كده بنسميها coordinating conjunction يعني بتربط ما بين الجملتين اداة العطف and لو بعدها فعل في التصريف الثاني يبقى لازم يكون قبلها فعل في التصريف الثاني برضو وبالتالي اللي جابها تكون ايه join تصريف تاني دي الوحيدة اللي صح طيب القاعدة دي موجودة عندك في المنهج اه موجودة في كل الازمنة في كل الازمنة تمام كده طيب يبقى ايه اذا نجمنا رقم اتنين دي ما فيهاش كل مدالة انا عرفت من قاعدة ايه الparallism التوازي البنائي رقم تلاتة I have not many friends او I not have many friends at my first school برضو هنا ما فيش كل مدالة على زمن بس المعنى منطقي في الماضي عرفت ازاي انا نقط لدي اصدقاء وكلهم نفي يبقى انا ما كانش عند صحاب تمام كده في مدرسة الاولى في اول مدرسة ليا بالمنطق كده والعقل اول مدرسة ليا بقى في تاني وثالث وهكذا يبقى انا خلصت يبقى في الماضي ايبقى انا عرفت من منطق الجملة او معنى الجملة المنطقي يبقى مدارعة مستبعدها ومدارعة مستبعدها طب ما هو مع تديك مدارع يعني لا يملك في الحاضر يبقى كده غلط يبقى الاجابة تكون ما تنسوش نفيها رقم اربع بيقول المرة غير الجملة وخليها هاد بصوا معي احنا قلنا يعني ماضي يعني كده كده محزوفين الاجابة اما اتفقنا في النفي بعدها ايه لسا كتبنا من شوية يعني والمصدر صح طب هل ده مصدر لا يبقى دي هنستبعدها برضي يبقى الاجابة هتقول هو يعني بسا ما بتخليش الفعل البعدها مصدر لا اي ظرف تكرار مش بيغير زمن الجملة تمام هو يدل على تكرار الفعل بس سواء مضارع او ماضي طيب رقم خمسة ركاية ديدنت احنا قلنا ديدنت بعدها ايه مصدر يبقى الاجابة تكون هير الوحيدة المصدر هير يعني يسمع واحفظ معي هير هير التصريف التاني هير تمام والتالت برضو هير طيب برضو سبعة بيقول what نقط كريم do المرة دي جاب المصدر هنا يبقى محتاجين ايه محتاجين فعل مساعد فعل مساعد يخلي فيه مصدر طب ما عندك did يخلي فيه مصدر do كده كده غلط عشان ما يمشيش مع كريم كريم بياخد does اللي هي دي تمام كده وهذا بيخلي تصريف مش مش مصدر يبقى دي خطأ طيب هنختار مين فيهم بالراحة كده معايا did دي ماضي صح do دي مضارع احنا كده 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 سبعدناها دي مضارع does مضارع تمام كده طيب الجملة الجاي بيقول when he cut هنا when he cut cut هنا معناها يقطع ولا قطع ركز في الجملة دي هنختار مين يا شباب did فهمتوا كده يبقى ركزوا معايا في الجملة دي عندنا cut 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 تصريف اول وتاني وتالت طيب هنا تحديدا عرفنا هو تصريف كام تاني طيب ازاي مستر لان لو مضارع تصريف اول كنا نضيف ايه s لان هي وش وقت بتاخد s تمام او رقم تمانية why did رحمة look tired when she knocked on the door هي نفس الفكرة بالزبط عندنا shut التصريف التاني والتالت زي بعض shut 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 طيب هنا بيقول did look يبقى زمن الجملة في الماضي يبقى محتاجين برضو هنا فعل في الماضي طيب shut في المضارع تبقى shut يبقى مش عايزينها طيب في الماضي التصريف التاني shut shut يبقى العجابة تكون shut وضحت طيب اصلا معنى الجملة لماذا رحمة بدأ عليها التعب عندما ايه قفلت الباب يعني لما قفلت الباب ليه كان بين عليها التعب رقم تسعة بيقول نقط well yesterday جيدا بالامس وفي اخر الجملة exclamation mark هكتبها لكم عشان تحفظوها ايه exclamation mark الحاجات تكون عارفينها من زمان وكده كده معاكم لغاية الثالثة سنوات exclamation mark معناها علامة التعجب علامة تعجب علامة التعجب معناها في دهشة في الموضوع كده فهو بيقول لو انت لعبت كويس مبارح يا هنا يبقى دي جملة ولا سؤال شدة لقيت جملة عادية جدا بس جملة تعجب تمام كده يبقى هنحزف A وهنحزف C وهنحزف D لنفس السبب للمحتاجين في الآخر question mark علامة استفهام وعرفنا ازاي انهم اسئلة عندنا فعل مساعد فاعل فعل أساسي فعل مساعد فعل فعل أساسي فعل مساعد فعل فعل أساسي بس المرض في كلمة استفهام اذا اللي جاب الوحيدة الصحيحة you played يبقى you played well yesterday انت لعبت حلو مبارح هو بايه بيتعجب رقم 10 نقط well yesterday المرض في علامة ايه استفهم انا شرحت ها خلاص يبقى عايزين ايه سؤال تمام كده طيب هنحزف المرض دي الاختيار B اللي اخترنا في 9 والبقية كلهم اسئلة طيب did you play well yesterday هل انت لعبت هل تلعب دلوقت مبارح مش جاية صح مش جاية خالص how did you play اللي هو الاختيار دي بيقول كيف لعبت جيدا مبارح طب ازاي يسأل ويجاو في نفس الوقت ما تجيش يبقى الاجابة تبقى did you play well yesterday هل لعبتها جيدا بالامس 11 محادسة واحد بيكلم واحد تاني بيقول له نقط yesterday ثم قال له quite well يعني كويس جدا كويس الى حد ما يبقى كيف لعبت واضحة جدا دي يبقى how did you play رقم 12 اي نقط off my tablet and went out نفس الفكرة انا نقط التابلت بتاعي وخرجت عندنا قاعدة الجملة التانية ماضي بسيط يبقى الاولا ايه ماضي بسيط عشان معنى منطيقة هزي يقول كده انا طفيت التابلت وخرجت يبقى حاجات خلصت في الماضي صح يبقى اي مضارع محزوف طبعا كده قدامك turned was turned مبني مجون محزوف طيب was turning معناها كان عمال بيضفي هناخد دلوقتي شرح الماضي المستمر بعد من خلص الماضي البسيط حاجة كانت عمالها ايه بتحصل اخدت وقت اطفاء التابلت بياخد وقت لا ده حاجة لحظية وبالتالي الاجابة تكون turned رقم 13 بيقول my tablet التابلت بتاعي طفى ولا اطفى اطفى وخرجت يبقى was turned تمام كده يبقى الاجابة مبني المجهول الماضي بسيط رقم 14 ما تنسوش المبني المجهول في الماضي البسيط was aware منيكمل زائد ايه متعبا عشان كده اشتغلت ايه تلات ساعات اضافية اه يبقى انا ما كنتش تعبان انا ما كنتش يبقى عايز نفي ده اسبات تمام كده يبقى wasn't او didn't بي احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها didn't بي في اللغة الانجليزية ما فيش حاجة اسمها didn't بي نفي was aware was aware مش بدد لا بنط على طول wasn't weren't يبقى اللي جابة تكون wasn't رقم 16 هغير لكم اللون طيب 16 بيقول المدرسة الاولانية بتاعتك اول مدرسة طيب هنا في نقطة اخذ امبالكم في نقطة في الاخر وبالتالي دي دي جملة مش سؤال يبقى هنحزف بي وير ذي يبقى ده سؤال وهنحزف سي كده خطأ لغوي ما فيش حاجة اسمها وبي تمام وهنحزف دي عشان سؤال يبقى لجابة تكون هم كانوا افضل طلبة في مدرستك الاولان سبعتاشر نقط برضو نفس الفكرة في نقطة في الاخر يبقى هنحزف ايه فاعل مصدر لان دي سؤال وكده بي خطأ لغوي زائد ان سؤال برضو ليه بقى خطأ لغوي المفروض هاد عايز تصريف ثالث بعدها تمام زائد انها مش سؤال اصلا طيب دي جملة ودي جملة طيب المعنى ايه بقى المعنى نقط هير لانش الغد بتاح يبقى هي لم تتناول طيب نفي هاد من فاكر هاد اللي هو تناول خلي بالكم هاف يملك مضي هاد وليها معنى تناول ليها كذا معنى يبقى هنا هاد معنى تناول لانا فيها ايه شباب قلنا didn't والماظر يبقى didn't didn't have اللي هي ايه في دين طيب بتقول لي سي غلط احنا اتفنى هاد لو كانت فعل مساعد عايز بعدها ايه الفعل الاساس اللي هو التصريف الثالث رقم تسعتاشر بيقول لماذا الملايين من الناس ذهبوا طب ليه انا قلت ذهبوا هنا ليه قلت ذهبوا لانا بيقول في القرن التسعتاشر حاجة خلصت يعني في الماضي تمام دي من ضمن الكلمات الدلة على الماضي البسيط ان وحاجة سابق صح يبقى عايزين ماضي بسيط بدي مضارع does مضارع have رقم 20 بيقول we can't go home by bus ما نقدرش نروح البيت بالأوتوبيس the last bus فالأوتوبيس الأخير 30 seconds ago من 30 ثانية يبقى حاجة خلصت في الماضي ago صح يبقى left 30 seconds ago دي ماضي بسيط دي مضارع تام دي مضارع تام دي مستابق طب رقم 21 بيقول هي نقط to sit down until he had apologized إلا لما اعتذر يبقى هو نقط أن يجلس حتى اعتذر يبقى هو لم يسمح له لأن معنى الجملة هنا مجهول ولا معلوم يا شباب لو قلنا معلوم didn't allow يعني لم يسمح للاختيار إيه خطأ للاختيار إيه لأن كده معلوم طب لم يسمح للمفعول به فين فين المفعول به لم يسمح لأحمد مثلا يبقى ما فيش مفعول به إذن هنا هو المفعول به هو نائب الفاعل يبقى معنى الجملة مجهول يبقى هو لم يسمح له تمام كده عندك دي رغم انه مبني مجهول بس خطأ عشان معنى وعايز نفي wasn't allowed وdon't allow كده كده خطأ من كذا نحية don't ما تجيش معه اساسا رقم اتنين عشان بيقول هو نقط عشان نبقى عارفين المعنى المقصود هنقرأ الاختيارات واحد واحد الاختيار اي بيقول هل الجملة دي قواعد صحيحة ولا لا طيب بالراحة كده عشان نبقى عارفين هي صحيحة ولا لا عندك وير ثم تصريف ثالث صح وفي النص في اسم جمع شكاوى اللي هي complaint هل تيجي مع اسم صنعت الشكاوي او عملت الشكاوي بواسطة من يبقى معنى الجملة سليمة يعني من الاخر كده بواسطة من تم رفع الشكاوى او اقامة الشكاوى يبقى اذا الجملة دي سليمة في المعنى والقواعد طيب بيقول يبقى يعني من انت صنعت الشكاوى مش جاية المعنى ايه مش صحيحة طيب في where you made احنا قلنا where فوق قلنا where ثم تصريف ثالث يبقى مجهول يبقى اذا كده هنا يودى الى نائب الفاعل يبقى انت صنعت مش جاية خالص يبقى كده خطأ في المعنى طيب was the complaint made by خلي بالك واخلي complaint بقيت مفرد فبقيت ووز فسليمة was التصريف ثالث مبني للمجهول اذا الجملة دي للوهلة الاولى ثليمة ترجم معايا كده من صنعت الشكاو بواسطته يبقى نقصة باي يبقى دي خطأ عشان ايه باي يبقى الاجابة تكون اي رقم 23 بيقول جدي دايما بيعمل ايه لما كان ايه صغير لما كان صغير جدي يبقى ثلاثة تحزف ويبقى الاجابة تكون من walked يبقى جدي كان دايما بياخد ها للشغل رقم 24 بيقول he got used to not in an office هو تعود على نقط في مكتب فاكرين يا شباب قلنا used to لو قبلها got او became او grew او verb to be هتحط هنا verb ing او noun تمام كده يبقى محتاجين الاجابة تكون داي working يبقى هو تعود على العمل في مكتب 25 before joining the university قبل الانضمام للجامعة اي نقط living away living فيها ing تمام يبقى كمان مرة قلنا used to used to اللي قبلها ايه اللي قبلها got او became تمام كده او grew او verb to be تمام كده يبقى في ايه هنا verb ing او noun خلاص واضح كده بل الاجابة هتكون ايه شباب هتكون d طيب رقم 26 b i not a car انا نقط سيارة which cost me التي كلفتني وليه انا ترجمت cost ماضي لان cost شبه بالزبط shot وشبه cut وشبه hurt التصريف الاول والتاني والتالت زي بعض فلو كان ده تصريف اول مع car اللي هي it بتاخد s صح لو كانت مضارع صح لكن دي ماضي يبقى كده which cost me التي كلفتني في الماضي تمام فقط 100000 جنيه وبالتالي انا offer دي مضاهرة هنستبعدها طب offered انا عرض سيارة والتي كلفتني ولا انا عرض علي سيارة يبقى انا هنا مبني مبني المجهول يبقى الاجابة تكون i was offered a car انا تم عرض سيارة علي يبقى مبني المجهول 27 the door الباب نقط and we went in الباب نقط واحنا دخلنا مام كده عندنا الفعل open الفعل open بنسميه ergative verb ergative verb يعني فعل ايه يمشي متعد ولازم في نفس الوقت بمعنى يفتح او ينفتح تمام متعد ولازم فلما اقول the door opened دي جملة صحيحة الباب فتح واحنا دخلنا او الباب فتح واحنا دخلنا فالتنين صح اذا الفعل open ده فعل لازم متعد في نفس الوقت تمام كده يعني ايه لازم متعد في نفس الوقت يعني ينفع يمشي معا ما فال به او لا الاتنين صح 28 انا نقط الباب ودخلنا انا فتحت الباب يبقى هنا احتمال واحد بس ما ينفعش اقول انا فتحت الباب انا فتحت يبقى هنا الاحتمال لوحد الصاح المبني للمعلوم i opened the door رقم 29 بيقول at the age of five في سن الخامسة i نقط to swim انا نقط ان اسبح طب في سن الخامسة يبقى حاجة في الماضي يبقى learned مضارع مع السلامة have learned مضارع تم مع السلامة طيب يبقى لاجابة اما i learned to swim انا تعلمت ان ايه ان اسبح يبقى دي الاجاب i learned to swim مش هتبقى مبني مجهول i was learned يبقى تم تعليمي حد يقول طب ما هماشي في العرب لا بالراحة كده مع يعني learn معناها يتعلم وبعدها على طول الشيء اللي انا ايه بتعلمه يعني المفعول به اللي بعدها هنقول مثلا انجليزي او السباحة او اي ان كان learned بعدها الشيء اللي انا بتعلمه فاذا لما ابني مجهول لازم اجيب الشيء اللي انا بتعلمه الاول يعني اقول مثلا english الانجليزية was learned تم تعلمها ما ينفعش اقول انا تم تعليمي يعني انا مادة رغم انها في العرب يمشي كترجمة لكن المفروض was learned قبلها الشيء اللي انا ايه اللي انا بتعلمه اذا لو انا قلت i was learned كده معناها انا مادة ويتم تعليمي مش جاية مش منطقية وضحت طيب ممكن اقول i was taught اللي هي دي بصوا معايا كده i was taught تم تعليمي هي دي اللي احنا اصدنا عليها i was taught لان كان اصلها مثلا someone someone او somebody taught me someone taught me حد علمني اذا لما نبدأ بمي هيبقى ايه i هتبقى نائب فاعل فتبقى i was taught تم تعليمي مبني مجهول ماضي بسيط طيب نيجي بقى لرقم تلاتين بيقول as ابوي كولد وانا صغير يعني لما كنت صغير ولد يبقى كده يبقى يتكلم على ماضي مستر محمد مستر محمد ماله نقط لسلوكه الجيد عندنا الاول كلمة اللي هي طيب يبقى مستر محمد used to be praised used to be praised يعني ايه تعود انه يمتدح تم ايه التعود على امتداح فتمشي منطقية طيب was praising كان عمال يمدح طب يمدح مين يبقى هنا نقص المفاول به used to praise نفس المعنى كده معلوم مع انها اعتدق يمدح برضو فين المفاول به اللي تصريف ثالث اعتد ان يمتدح رقم 31 بيقول he used to be calm اعتد ان يكون هادئا والل هنا silent but now هو اعتد ان يكون يبقى الان هو لا يكون يعني احنا في دائرة يبقى مش doesn't ولا does احنا محتاجين النفي يبقى الاجابة تكون isn't هو دلوقتي مش كده دي اختصار لجملة he isn't رقم 32 بيقول she not the money she needed هي نقط الفلوس اللي احتاجتها طب هي ايه اكيد مبني مجمول لم تُعطى لاني بصت على الاختيارات لقيت give يبقى هي لم تُعطى المال اللازي احتاجته يبقى مبني مجمول يبقى wasn't given طيب ليه ما يمشيش مبني معلوم لان بكل بساطة هي هي قدة الفلوس يعني يعني كده معناها الشخص اللي بتدي الفلوس هو الفلوس نفسه مش جاية طب حد يقول لا هي قدة الفلوس لشخص تاني طب فين الشخص التاني هتقول لي شي هقول لك هاعرف ازاي اتنين شي هنا يبقى الله اعلم كم شخص هو شخص واحد شي شي يبقى شخص واحد يبقى هي في حالة نائب الفاعل يبقى هي لم تعطى طيب 33 اتفقنا لما لاقي فاعل وش ود راذر تمام كده ومعاهم صح ثم فاعل تاني عندنا يا ماضي بسيط لو عكس الحاضر يا ماضي تام لو عكس الماضي تمام كده قلنا الكلام ده في اول الفيديو يبقى محتاجين هنا يا ماضي بسيط يا ماضي تام طيب haven't gone ده ايه ده مضارع تام not to go مش زمن اصلا طيب didn't go ده ماضي بسيط يبقى احتمال صح طيب عندك not going مش زمن اصلا اذا الاجابة تكون didn't go طيب معنى الجملة ايه انا بفضل ان ان انت ما تخرجش لوحدك بالليل يعني اذا هو بيخرج لوحده بالليل ما احنا قلنا ان الحاجات دي عكس الحاضر 34 بيقول people used to be helpful but now they not احنا اتفقنا نفس الشكل ده من جمل هنترجم الجملة ونشوف بعد used to في ايه عشان اختار في النقط صح بيقول ان مهم كده طيب لا يكون يعني verb to be يعني مش don't ولا haven't ولا want يبقى عايزين verb to be اللي هو aren't اظن ما فيش اسهم من كده طيب 35 بيقول he doesn't smoke any longer من فاكر الصيغة دي he doesn't smoke عندك نفي مضرع بسيط معه في الاخر خالص من any longer or anymore كده شرحنا بالتفصيل في اول الفيديو يبقى الاجابة تكون used طيب من فاكر الشكل الثاني قلنا he doesn't smoke any longer he doesn't smoke anymore he no longer smokes يبقى هنا تساوي he no longer smokes كل دي يساوي he used to smoke or he smoked when he was young كلها عدد في الماضي 36 which of the following is correctly structured اي من الجمل التالية بنائها اللغة سليم بيقول i used to studying لا احنا قلنا used to بعدها مصدر مش ing عايز حاجة في النص هنا اللي احنا قلنا got او became الحاجات دي كلها طيب هنا في بي حط was c ده هو يبقى عايزين ing لأ شل ه يبقى دي غلط برضو طيب هنا enough time for hobbies انا ليس لدي وقت كافي للهوايات i wish i انا اتمنى قلنا wish would rather it's time دايما بعدها ماضي بسيط لو عكس الحاضر ماضي تام وعكس الماضي هو بيقول دلواتي i don't have enough time دلواتي انا ما عنديش هويات ما عنديش وقت للهوات يبقى اتمنى لو عندي وقت اتمنى لو عندي في الحاضر يبقى محتاجين هنا ايه شباب ماضي بسيط ماضي بسيط يعني عكس الحاضر طيب دي ماضي بسيط ايوة طيب دي ماضي بسيط لا ده مضرع تام وهنا ماضي تام وهنا ماضي بسيط يبقى عندي احتمالين كده هو بيقول ايه المعنى اتمنى لو عندي وقت لو عندي وقت يبقى الاجابة هتكون هات الجملة 38 عكسة بالضبط بيقول اي دينت هاف انا او انا عندي ايش مكانش عندي ااسف في الماضي انا مكانش عندي اي دينت هاف ده انا مكانش عندي وقت كاف لليه الهويات ايوش 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 كنت اتمنى لو يكون عندي يبقى ايوش اي اي احنا قلنا تمني عكس الماضي يبقى ماضي ايه تام اللوهاد زائد التصريف ايه التالت طيب 39 بيقول هي تتمنى انها تكون طويلة اتفقنا اني ماضي بسيط عكس الحاضر يبقى هي مش طويلة هتقول ازاي ماشي احنا اتفقنا اني ممكن تيجي مع كل الضمائر في ايه في الحالة دي امام كده في حالة اف التانية في حالة ويش ودرايزر حاجات دي كلها طيب يبقى هي بتتمنى انها اطول من كده هي مش اطول هي مش طويلة هي قصيرة يبقى ده معناها ايه هي كانت طويلة لا كانت طويلة اصلا هي ما كانت طويلة هو ما بيتكلمش على الماضي اصلا بيقول هي تتمنى في الحاضر انها تكون طويلة يبقى هي مش طويلة هي isn't tall طيب اربعين يعني انا افضل ان حضرتك ما تستخدمش التليفون بتاعي انا قلتها ما تستخدمش يعني مضارع احنا قلنا والحاجات دي كلها ماضي بسيط يعني عكس الحاضر عكس الحاضر يبقى انا بتمنى ان انت ما تستخدمش الموبايل بتاعي ده معناها ايه تليفوني نقط تليفوني i wanted you to use wanted دي ماضي مش عايزينها اصلا احنا عايزين حاجة في المضارع i didn't want you انا ما اردتش دي ماضي برضو يبقى الاجابة اما سي اما دي عشان دون مضارع بس واحدة مسبتة واحدة من في دا